تقرير نصف سنوي يغطي نصف سنة الأولى من سنة 2024 تضمن 25 حالة انتهاك فيما يخص الحق في حورية الرأي والتعبير الحالات تم تقسيم حسب المعيار الزمني الانتهاكات التي تقسمت مدينة صداعات محاكمات وإيقافات شملت عديد شرائح من المواطنين بمختلف صفاتهم من صحفيين سياسيين وحتى مواطنين ما عندهم مش علاقة بشأن العام كنقول ما عندهم مش علاقة ما عندهم مش نشاط فعلي معناها يا نشاطاء ولا يمارسوا في السياسة ولا يمارسوا في العمل مدني المواطنين عبروا على رأيهم بصفة عفوية إما تدمروا من الوضع الاجتماعي أو من الوضع الاقتصادي فالقاورواحهم معناها ويقفين قدام القضاء على خلفية الشاي اللي قالوه أبرز الحالات فيما يخص صحفيين واللي هما معناها تقريبا الفئة الأكثر عرضة لانتهاكات هذه صداعات شملت عيثم المكي محمد بوغلاب وأشهر الحالات في شهر ماء تقريبا اللي هما برهام سايس وموران الزغيدي وسونيا الدهميني اللي ما زلنا نطالبوا بإطلاق صراحهم وأسقاط كل التهم عليهم كيف كيف المواطنيين أخرين ممكن نذكر منهم حالة اللي حالة غريبة جدا لحالة المواطن فايسل العبيدي اللي هو في السجن فيما يخص دولي تم اطلاق صراحه في العفو والأخريني فايسل كتب كومنتير عادي تفاعلا مع خطاب رئيس الجمهورية في عيد قوية الجيش الوطني وعبر فيه بطريقة عفوية يعني على كلام قال الرئيس يعني يتم محاكمته ويتم انتهامه بالسخرية من القادل على القويت المسالحة وغيرها من التهم الشبيهة لذلك ويتم محاكمته بثمانية أشهر سجن يعني على خلفية كومنتير اللي هنا نحكيه ولا نشر ولا إنتاج ولا ترويج إشاعات ولا غيره من هذا الكل يعني تقرير هذا رصدنا حالي تلربة وخمسين اللي هما برشة لحقيقة فمها نشاطاء سياسيين ممكن محمد وليد الزايد اللي هو ناشط في حزب العمال بجهة القيروين واللي اقام بمشاركة تدوينة هبطتها مؤسسة إعلامية البوست يتضمن معناها إكستري من بيان للحزب اللي هو ينشط فيه فيتم إحالته معناها مقاضاته على معنى المرسومة وخمسين غير هذا من الصحفيين برهام سايس مرادس صغيري على تدوينات وعلى تصريحة إعلامية والتصريح الشهير هاي للبلاد متى أستاذة سونيا الدهماني اللي تتعرض إلى هارس القضائية حسب ما تصورنا احنا يعني جملة من القضايا فكل يوم إحالة جديدة وكل يوم قضايا جديدة وكل يوم ملف جديد كيف كيف غير هذا سياسيين أخرين فما العديد والعديد اللي إما تتحرك كلهم من نيابة العمومية ولا يشتكيوهم مؤسسة الدولة بأجهزتها إما وزارات ولا حتى ليزي معناها اللي دخلت في السباق على الاربة خمسين مؤخرا إلى جانب وزيرة العدل ووزيرة الشؤون الدينية اللي كانوا في الأول هما يتصدروا معناها مراتب الشكيات على الاربة خمسين نلقاوا ليزي يعني اللي ولات تشتكي بالناس ما بين الحالات هذه منذكروا الموظفين أو أعضاء الهيئة السابقين زكي الرحموني اللي تعرضت كيف كيف المظلمة قضايا وإلى جانب وسامي بن سلامة على خلفية تشنية على خلفية تدوينات أبدوا فيها رأيهم من مردود الهيئة ومردود الحكومة والوضع السياسي في تونس فلقاوا المرسومة اربعة خمسين لهم بالمرساد الرقابة على الفضاء الافتراضي ما نحكي كجمعية أو كمنظمة ما نحكي كشيب وناشط حل عينه وبناء شخصيته ما بعد الثورة يعني لقاوا الفضاء مفتوح بصفة مطلقة تعبر كيف ما تحبك برنا تقريبا علي جونيول على سيسخوك على ميديشو والسخرية معناها وهكا الطريقة الساركاستيك اللي تحكي بكل حرية وتعبر على رأيك بطريقة تناسبك انت وتناسب جيلك ممكن قاعدين نلاحظوا اليوم انه الفضاء الرقمي معناها قاعد فما ريستريكسيون عليه شيئا فشيئا من قبل شكون من قبل الدولة أو ممكن هي الإرادة السياسية يعني أنا من رأي انه الإرادة السياسية هي اللي تحدد كل شيء اليوم والتضييق على حرية الرأي والتعبير من خلال المحاكمات اليوم تلقى الناس قاعدة تشد على استاتوية فيسبوك على بارتاج على كومنتير البلوكاج اللي قاعد يصير معناها من الباجنة تا الدولة واللي هي نعتبروها حاجة تابعة موسيطة الدولة وحقي هنا كمواطن لانه كتجي تشوف مثلا صفحة رئيسة الجمهورية كتبلوكيني معتش عندي أكسية المعلومة خاصة ان السلطة اليوم تعتمد في صفحة رئيسة الجمهورية كمنبر وحيد معناها لإصدار القرارات أو تعينات أو غيره معناها فأنت كتبلوكي مواطن هنا تحلموا من حقه معناها في النفذ المعلومة وهذا اللي نعتبره معناه مخالف معناها للقانون وانتي هيك لحق الناس معناها أبار البلوكاج أبار انت هيك لحق نفذ المعلومة حق في حرية الرأي والتعبير معناها أنا كالسلطة ما نجمش نقابلك عنا هكا البلاتفورم هذيك بش نعبر فيه على رأي بخلاف البلوكاجة دي مدي المحاكمات معنا المحاكمات انه الناس اليوم تسمع في محاكمات خمسة سنين واربعة سنين على استاتيو فيسبوك وبخلاف المحاكمة ما يتبع هكا المحاكم من ضرر نفسي ومن فترة إيقاف معناه ممكن ندوم حتى عامين فقاعدين نشوفوا الفضاء الرقمي معناها شيء انفشاء ولا فضاء غير آمن معنا نحكي فضاء غير آمن للناس الي تستعملوا كواسيلة تعبر بها على رأيها تدفع بها على قضايا معاينة ممكن اليوم تعمل كومنتير غضوة تلقى صداعة قدامك ممكن ما تلقاش صداعة تلقى روحك معناها تتشيل ما يسمع بك حتى حد خاصة إذا كنت في جهة من المنطقة داخلية ولا من ولايات أخرى ما فيهاش جمعيات مرتكزة ما فيهاش معنا المعلومة تدور بطريقة ثالثة كما في تونس بالنسبة للقضاء معناها ذي بروسيتويل احنا فيه تقاطب بدينا نحكيه عليه حتى ممكن من قبل 25 جويلية نبدأ من محاكمات العسكرية كانت تتفكروا معناها من 25 جويلية حتى ايش الاخر 2021 البيكتر محاكمات العسكرية طلعت طريقة رهيبة معناها لانه ممكن الدولة وقتها عندها ثيقة في القضاء العسكري ما عندهاش ثيقة في القضاء العدلي قبل ما يصدر الامر بيعفئر قضاء قبل ما تصير عملية تطهير القضاء ويتحاول من السلطة الى وظيفة يعني بعض اللي نرينا معناها القضاء العدلي كيفاش يستعمل في المرسوم 54 بطريقة مهولة جدا يعني اي حاجة مرسوم 54 اي قضية حرية رأي وتعبير مرسوم 54 لفاصل يقول لك اشاعات وان عطيت رأي معناها اين الاشاعة في هذا انا ما قلت فما حاليت رأي كتجي تقرى البوست ولا تدوينه ما تلقاش اخبر وما تلقاش اشاعة تلقى رأي هذاك في حاجة معاينة توصيف سياسي لوضع معاين انت تكايف ولا انه اشاعة وتحيل الناس على معنى المرسوم هذا فنفهم معناه كيف كيف هذا كل تحدي الارادة السياسية المرسوم 54 هذك هو النص المثالي لراوه والقضاء ممكن يعتبره معناه اكثر نص قانوني فاعل ومجدي لمكافحة الجريمة بخلاف هذا نحكيه على الاجراءات يعني سرعة الاجراءات يظهر لما ولا عنا قضاء نموذجي في تونس كان في القضايا حرية الرأي والتعبير ولا القضايا اللي تخص معارضين سياسيين او ناس عندها تصور اخر للتصور السياسي الموجود تاوم يعني في اسبوع تلقى الايقاف والاديع والاحالة والجلسات اللي تتعاين معناه بطريقة سريعة جدا حط الناس في الحبس ومن بعد يعمل الله الديله هاوكا عندك لقاف التحفظي مدة طويلة جدا عداها لقد ما تحبت عن بعض يشوفوه لك حكم والرأو زادة سياسة الكيال بمكيالين انه اليوم معناها الرأو انه النيابة ما تتحرك كان ضد الناس اللي تعارض الناس اللي تنقض الناس اللي رأيها مايعجبش الدولة من جهة اخرى نرقاوا المنابر الاعلامية مساحة للتشهير والثلب والتهكم على الناس والتهامهم وتخوينهم ومن رأو حتى تحرك من هذا ما يعنيش نطالبه بمصادرة رأي الناس اما كميم انت كدولة معناها عندك تمشي تمشيه ذاك يكون واضح عليش تستهدف جهة و جهة ليه حتى علي وسائل التواصل الاجتماعي يعني الرأو في ناس تعتبر نفسها مناصرة او تعتبر نفسها ابناء النظام هذا معناها تنشر في صور ناس معناها تنشر في مواطعات شخصية وتسب وتحرض اكثر معناها من هذا ولا حياته لي من تنادي يعني توصياتنا تقريبا هي نفس توصيات الاجرائية اللي تعبنا و احنا نقولوا فيها على مدال سنوات الغاء المرسو ماربو خمسين اطلاق صراح الشباب الحفاظ على حرية الرأي والتعبير احترام الدستور اللي نصص على حرية الرأي والتعبير في فصل مهم جدا كان في دستورة 2014 قدم على دستورة 2020 احترام الموافق الدولية واحترام تونس الالتزامات الدولية يعني في حماية حقوق الانسان الكف على ترصد الناس الكف على الخطاب التحريذي والتخويني اللي قاعد يتصدر بصفة يومية وخلينا في حالة انقسامة بين عملياء وخنوات ومواطنين صادقون الوطنيون يعني هذا هو توصيتنا توصيتنا ممكن لنا احنا اكثر من السلطة اننا نواصل عمل ان المجتمع المدني مايرخش انو يكمل اللي بداي به المشوار اللي بدايه اكتشوف السلطات تتغيروا الحكومات تتغيروا من مناخ سياسي الى اخر يشكون قاعد ممكن قاعد بكان الناس اللي تعارك على المبادئ هذه ولي كانت عركتها من قبل عركة حرية رأي وتعبير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة